زي ما كنا نتكلم يا فندم انه مصر حقيقة ليها جهود دبلوماسية كبيرة جدا ليس فقط في قطاع غزة نمع ايضا في السودان بالطبع مصر حينما تتحرك بالنسبة لي في دبلوماسيتها تجاه السودان هي بتعتبر السودان هي عمك استراتيجي ونتيجة لروابط الاخوة وروابط التاريخية وروابط الحضارية ايضا بين مصر والسودان التي ليس فقط منذ الحكم المصر في السودان منذ عهد الفرعنة وهناك روابط وثيقة بين مصر وبين السودان وبالتالي وما زالت روابط الاخوة المصرية السودانية حاضرة السودانين حينما شعروا بان المشاكل والازمات التي تنتاب السودان قد تطول لم يجدوا ملجأة إلا مصر ومصر احتضنت أهالينا في السودان في أراضيها وما زالت مصر بتبزل الجهود الكثيرة من أجل إيجاد حل وآخر هذه الجهود كان هناك مؤتمر الدول جوار السودان الذي عقد في يوليو الماضي وبالتالي وكان هناك نداء يتحدث عن ضرورة وحدة السودان وعن ضرورة الحفاظ عن الدولة السودانية والتأم هذا المؤتمر بحضور معظم الدول المحيطة بالسودان فبالتالي هذا ليس طرفا سياسيا حينما تتبنى مصر قضية السودان كمان يا دكتور مصر لا تسعى إلى أن تظهر في الصورة منفاردة يعني مصر دائما لما تعقد قمم أو مؤتمرات تعنى بأزمة ما في المنطقة أو في دول الجوار فإنها تدعو دول الجوار ودينها دلالة كبيرة طبعا مصر يعني بتنتهج سياسة في دبلوماسياتها وهي الدبلوماسية الخمة والدبلوماسية المؤتمرات يعني كثير من المؤتمرات التي أثرت والتي كانت مصر بالفعل فيها حاضرة بقوة يعني برغم طبعا المشاكل والأزمات الاقتصادية التي بتعاني منها مصر لكن مصر ما زالت رقما صعبا سواء كانت في المعادلة السياسية أو حتى المعادلة الاقتصادية بما تحتويه مصر من فرص وعدة للإستثمار ومن أيضا قدرات ومن ناتج بحل كبير جدا من أسواق واسعة جدا فبالتالي مصر بتعتبر برغم الأزمة الاقتصادية وبرغم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني مصر منها أو تعاني منها بعض دول نتيجة سواء لي عوامل داخلية أو عوامل خارجية لكن مصر بتتحرك بدبلوماسياتها في على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي انطلاقا من فكرة دبلوماسية القمة هي أفضل وسيلة لإقتحام المشكلات وللتواصل مع العالم وعشان كده بنلاقي دول جوار السودان موجودين لما هنيجين أن نناقش أزمة في السودان فتلاقي مصر بتعقد قمة ومؤتمر لجوار السودان وأيضا لدول جوار الليبي نعم مؤتمر القاهرة للسلام كان هناك بالفعل مصر كانت بتتحدث عن وضع أزمة هي أزمة للإنسانية كلها أزمة غزة هي أزمة للإنسانية فدعت مصر أطرافا متعددة بما فيهم الأطراف الذين يتبنون الرؤية الإسرائيلية ودعتهم إلى القاهرة صحيح أن هذا المؤتمر لم يخرج ببيان مشترك نتيجة لتباين المواقف لكن في مصر نبهت وقالت أن إذا كانت مجلس الأمن أو العالم الأممي أو المنظمة الأممية لها الأمم المتحدة فشلت في اتخاذ قرار أو فيه فعلينا بالفعل أن نقف عاجزين